السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم شهر رسلان وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من فيديوهات الأخبار بألمانيا وخبر كثير مهم وجديد للأشخاص اللي قاعدين بمقاطعة بادن ووتنبوغ الأشخاص اللي قاعدين بمقاطعة بادن ووتنبوغ أقرت الحكومة الفيدرالية بأنه بهذه المقاطعة من يوم الثانين الأسبوع الجاي رح يكون فيه ماسك مفلشت حتى بالمدارس يعني بقلب الأنتغيشت يعني أي واحد بفوت على الصف فلازم يلبس كمامي وطبعا لازم يلبس كمامي الأشخاص اللي لازم يلبس هاي الكمامي رح يكونوا يعني من الصف الخامس يعني أب فنفتة كلاسة يعني أي شخص عنده طفل أو عنده ولاد بنت بيروح على المدرسي بمقاطعة بادن ووتنبوغ وبد يفوت على المدرسي لازم تنوهوا أطفالكم أنه حتى بقلب الدرس جوا لازم يلبسوا الماسك طبعا هذا الشيء مو بكل المقاطعة وإنما آلة الحكومة بأنه بأي مدينة بلاحظة عدد سكانها أو بيعرفوا أنه هاي المدينة يعني تخطط الخمسين إصابي خلال سبع أيام الماضي لكل مئة ألف نسمي فهيتعتبر أنه منطقة خطيرة ولازم الأشخاص أو الأطفال يعني أو يعني الأولاد البنات شو ما كانت أعمارهم مهم أنه بيدرسوا من الصف الخامس وفوق لازم أنه يلبسوا الماسك حتى بالأنتغيشة جوا تمام؟ إذن هذا كان يعني الخبر الأول والخبر الثاني بأنه ببعض المدينة الكبيرة مثل برلين هامبورغ وإلى آخره منشن أنه لما الواحد بدي يعمل حفلي فلازم يعني غاوخ ملدة جهاز النزار كومش مهم أنه لازم إذا الواحد بدي يعمل حفلي لازم عدد الأشخاص ما يتخطى الخمسة عشر شخص إذن هذا كان كل شيء يتعلق بفيديو اليوم شكرا كتير على كرم المتابعة كان معكم شهر اسلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته